انا بس مستقرب من حاجة ومش هتكلم فيها كتير اول ما الناس تلاقي حاجة لايه علاقة بالاهلي تطلع كتابة دين من الشنطة يعني البرامز تأجله قبل كده مباراة تبقى للايها محدش تكلم الزمالك قعد اسبوعين ثلاثة ما بيلعبش دوري محدش تكلم اول ما جات سيري بس انه ماتش الجيش هيتأجل مع الاهلي عشان لايحة المسابقة الناس كلقيت لك ازاي الكلام ده وليه بيحصل الكلام ده ومعقولة ازاي الكلام ده يحصل ده الدوري كده مش هيخلص والدور هيخلص امتى طب كنت فين الشهر اللي فات ولا الشهر قبل اللي فات ولا شهر 12 وشهر 11 يعني كنت فين وقتها التأجلات دي مش الاهلي اللي سبب فيها عايز تواجه المخطئ اتكلم مباشرة ووجه كلامك للربط او مسؤول المسابقات لكن ما تتكلمش وتقولي الاهلي المفروض الناس العقلة الكبيرة اللي المفروض بقى عندها خبرات كبيرة وهي بتتكلم على شاشة لازم تراعي ان فيه اطفال وفيه شباب وناس بتتفرج عليها ما تخلقش تعصب من موقف مش محتاج اساسا حوار دي ليحة ودي مسابقة وما تقرنهاش بمسابقات تانية ولما تعقد مقارنة بمسابقة تانية لازم تدي مثال صحيح الدوري في اسيا دوري ابطال اسيا الغرب ما بيلعبش مع الشرق يا فندم ما فيش حاجة اسمها فريق سعودي بيلعب مع فريق الياباني ده بيحصل في المباراة النهائية فقط لكن ما تقوليش اصلا الفريق العراقي بيروح يلعب في الصين والفريق السعودي بيلعب في كوريا والفريق القطري بيلعب في اليابان ما بيحصلش ده في اسيا اقرأ كويس وحضر كويس قبل ما تطلع تتكلم اللي بيحصل في الدور المصري ده ليحة وده الربط اللي عملته وبالتالي لو عندك مشكلة في الكلام ده اوجه كلامك للربط المفروض التعدلات اللي بتحصل دي حصلت في كذا مناسبة قبل كده وانا هنا هوجه اللوم على اللي اتأخر في الاعلان عن تأجيل مباراة طلاق الجيش لانه قدم ساحة لاي حد سواء مش فاهم او عايز يفتي انه هو يعمل موضوع من لا موضوع لو من بدري المواد اللي احنا اعلناها كانت عند حضراتكم وشفتوا هومورك بشكل سليم مع اتحاد الكورة او مع الاتحاد الافريقي كان انقرار طلع من شهر فات مش من دلوقتي من شهر فات ولكن للأسف بتسيب الناس تتكلم وبتخلق موضوع من لا موضوع التأجيلات دي ليس الاهل هو السبب فيها وانا هنا مش بدفع عن النادي الاهل في الباطل انا بدفع في الحق في ليحة وبنضها واضحة وتوقيتات مباراة افريقيا متحددة من بدري مش عايزين بقى كل شوية نجيب احنا قلنا ايه قبل كده لان احنا قلنا هنا من اسبوعين ترتيب مباراة الاهل في الجولة الرابعة المؤجلة والجولة الخامسة والجولة الست واضف الى ذلك قلنا القطقم التحكمية اللي بتدير مباراة الاهل في الجولة الرابعة مع بلوزداد والجولة الخامسة مع مدياما في كماسي طاقم تحكيم من الجابون وبالتالي مفيش حاجة خفية المفروض عن السادة المسؤولين عموما الاهل ان شاء الله مسافر يوم الاربع وطبع للأسف هيبقى فيه غيابات عديدة اشتركوا في القناة